مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي كنجاب المركز احنا كنسميه كنقوله اعت شرائي الشركة من الشركات مهم وكنجاب المركز وكنجاب مخفف لكيتبع رخيص تمن بتربية الارانيب هذه المركز يمكن استخدام به و اول شيء معقيم مئه بالمئة يعنى ممكن ان يعطيقون ديال الكاج ديما كيكونوا كتلقوا فيهم واحد كحولة مثلا هنايا شوفوا لاحظوا معايا هنايا ممكن انا نرشو هاد القرور نخلط شوية ديال معاهد شوية ديال الماء ماشي من لاب ما يكون يعني كله قرور وانما هكا بها الطريقة الرشو الجوانب ممكن هكا واحد رشة كبيرة على الارانيب هكا هكا ماشي مشكل هدا من جهة يعني كان نعقمو به الكاش يعني كان نهدرع على الكاش يعني ممكن ان نمسحو من بعد بواحد الشيتة هاد هاد الاسلك يعني الرشو الرشو به وانمسحو هاد الاسلك هاد واكتري القاعدة يعني تلفوق ماشي مشكل يعني القاعدة يعني هادي يعني هاد الاسلك هاد رماء ما كتدرش رهم زيانة ولكن مع المدة كتولي يعني عنده واحد لون شبه ابيض منين تشوفوا اللون شبه ابيض يعني را ديك الفضالات كتطيح ولكن لا يعني الفزيق ديالهم يعني البول ديالهم اعزكم الله كي يبقى في ديك الاسلك انتم ما رشو عليه بواحد الرشة وحكوا بالشيسة يعني هدا دور من ادوار ديال القرور القرور عود ممكن يستعملوه الناس اللي كينين في العروبيات يعني يعني الناس اللي ما مدخنش الماء يعني ما عندهمش الماء في الروبيني يعني ما عندهمش الماء في الروبيني كي يشبدو المياه من 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 الابار يعني بئر كيشبدو منو الماء وكيشربو منوه ماء وكيشربوه منو الانانيد يكونوا متأكدين أن هذا الماء إذا لم تشربوا من الأرانيب دمش قد يضررهم ولكن يكون عندهم البول ديالهم يقول لي أحمر مدمم يعني شحام وعد كي يقول لك أنا عندي الأرانيب ديالي في العربية والبول ديالهم أحمر يعني ماء اللون الأحمر وما كيفهم شعله سموم مش مراد ولكن كي يقول لك أنا وما عايش بها الطريقة ولكن كي يلاحظ أن البول ديالهم مرة مرة كيقول لي احمر. هذا السبب راجع المياه الجوفية. المياه الجوفية ممكن اننا نديرولها يعني في واحد بوديزة كبيرة ما زالنا خمسة يطره. ممكن نديروا واحد الغلاقة نصف غلاقة مثلا قعري شوية ديالة ديال القلور يعني اسمه هو الكلور جافيل. جافيل ممكن نديروا واحد معي يلقى معي يلقى في طره معي يلقى في يعني غلاقة في خمسة يطره. الكمية اللي درتوها اراها اخدام. يعني ماشي غيمة كتروش ما فيه ماشي غالي الواحد غادي يدير كاس مثلا فخمسة يطره. هذا من جهة يعني هذا تعقيم المياه. وحتى الناس اللي عندهم يعني المياه ديال روميني ارا كتكون تهيئة داوية. لاحظوا انكم كتشدوا المياه ديالكم كتكبوها اول مرة كتلقوا واحد شنشين. حنقولوا بحل شكل ديال يعني الاسبيريمي كتديروها مع مع الماء. كتكبوها واحد شنشين. هدك شنشين اسمو هو. ذكره ماء مداوينو. يعني كين كلور ولكن كين مواد اخرى. تمو تديرون شوما ديرو معي يلقى ديال جافيل ديروها معاه باش يحيد هدك هدك السموم اللي كتكون في الماء. اضافة انا يعني الكلور المشي المخفف يعني يعني الاتشي. ناك نقوله ااتشي. الناس كي معروفين كيقوله ااتشي. كيكون واحد الليتر كيتبعد بسبعة درهمونس. هدك الناس اللي عندهم يعني هذه معلومة رافيت كيلينها وكان رددها ديما. باش يعني 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 نعاون خوتي باش ميتيحوش في واحد الفخ ديال الجرب. مني كيكون شو عندكم الجربة يعني يعني ضي السر جربة ماشي ديال الاذن. ماشي تتسمغ الاذن. لا. جربة اللي هي كتكون ديال تساقط الشعر. يعني كتكون من يعني أي القنية ديالكم طح لها شعر من جهة الجبهة من جهة الانف من جهة الرجلين. منين شوفوا عندكم هاد الحالة هادى مباشرة الديراو نص كاس ديال أذية زيت العود و نص كاس ديال القلور يعني ااتشي. هي نفس الكيمية. منين شوفوا نص الكيمية كما كانت. نص كاس ولا معلقة معلقة ولا اي حاق المهم من نفس الكيمية تخلطوهم مع بعضياتهم يعطيكم واحد المحلول تشدوه القطنة ولا اللي كان اي صوف ولا اي حاجة وتمسحوه ومن احسن تكون قطنة وتمسحو به المناطق اللي مضربة بالجارب كنوا متأكدين انا غادي تشكروني بزاف على هاد المعلومة هادي لان الناس كيخافوا من الجارب ديال يعني تساقط الشعر ان يتفكروا معايا نفس الكيمية ديال الزيت العود زيت العود الخيصة ماشي الغالية ولا الحائدة ولا زيت العود عادية نفس الكيمية اللي كديروها كتخلطوها مع اي 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 اه وقتمسحو المناطق اللي مضربين بها لمدة كل سيام من هالرابع ان شاء الله كي يجيب الله تيسير اذا الحلقة ديالنا سالس انهم الحلقة هو المهم عندو فوائد بالنسبة للأرانيب بواحد الشكل يعني ضروري يكون عندكم واحد الليتر ديما محطوط علاجا ديما إما خدموه في الآخر في ذاك الولادات هما نقيو به نسحو به ذاك الولادات لأنك تكون الأنثة عادو ولدت منين يدوزوا حلوقيتها ذاك الشعر ديالها والدم مني كيكون تماما من لابد ما تغسلوها ذاك الجيها بالكلور تا هي هذه نقطة مهمة يعني أي حاجة رها مهمة فيها الكلور الكلور عش كي يدير؟ كي يعقم ومعقم يعني الأمراض اللي ممكن أنها تصيبكم من إما جاراب إما يعني محويج ديال الجاراتهم كلها ديما يكون عندكم واحد الليتر ديال الكلور ممكن تخلطوهم عالمة بحل هكا بشير الشاشة ولا هكا مهم أنكم تبقوا تخدموه ديما ديما يكون عندكم كدواء نعتبرو كدواء يكون عندكم مع الأدوية الكلور يكون عندكم مع الأدوية إذن الحلقة ديالنا هي هذه كم شكوكم على التعاليق طيبة ديالكم لا تنسوا زر جام تقلوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة شكرا